صباح الخير صباح النور صباح الخير لجميع اللي عم شاهدونا لليوم إن كنتو خارج أو داخل سوريا بدألكون بهذا الصباح والصباحات اللي جاي كونوا دائما بخير وما بدنا ننسى كمان أكيد إنه التأثير الأول بالصباح أول ما من فيه بيكون للسمع لهيك تأثيرنا الكبير بيكون وقت نسمع قبل ما منشوف هالشي لازم إنه يخلينا نكون مدركين لأنه حلوة الكلام على طول هي مجرد أبجردية مصففة ودائما كافة الميزان بترجح لمن يفعل لمن يقول صباح الخير مرة ثانية ومكملين ما كون أكيد محطاتنا الصباحي ولكن بالأول بتنصبح على هايدي بسعى الصباحي كنتو جديد يا عفافة وأكيد الصباح الأكبر للكون مشاهدين من وين ما كنتو عم تتابعونا بيوم جديد وصباح جديد وأكيد إن شاء الله يا رب أمنياتنا دائما تكونوا بخير وبأفضل حال يوم كنا حلو وأيام كنا الجاي بتحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال أكيد محطاتنا عديدة لليوم صحية واجتماعية أكيد وأبقى من التقارير بمحافظاتنا السورية ولكن مثل العادة فاصل صغير ونبلش صباح الخير عن جديد يعني عفاف متل ما بتعرفي عالم الطفولة عالم كتير كبيرة وواسعة وليوم بدنا نحكي عن أدب الأطفال لما نقول أدب أطفال يعني عم نحكي عن قصص عن شخصيات عن حكايات يمكن بتخاطب اهتمامات الأطفال وبتنسب أعمارهم بلغة جدا بسيطة اليوم لأدب الأطفال في أهمية كتير كبيرة بيتعزيز القيام الوجدانية والوطنية والفكرية وأكيد دور كبير بتوعية الأطفال حول قضايا المجتمع وتحديدا القضية الفلسطينية والتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي وفعال نتيجة الخبرات التي اكتسبوها من أدب الأطفال لنتعرف أكثر مشاهدينا على أدب الأطفال بيساعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم الكاتبة المتخصصة بأدب الأطفال ساميرا شكري سعد صباح أهلا وسهلا فيك صباح خير يعني كل ياتنا أكيد ما في حدا ما نمترسخ بذاكرته من الطفولة من المنهج الدراسي قصيدة عن فلسطين خلينا هلأ مع الأحداث أو مع هلأ مثلا الجيل الجديد القصائد الجديدة خلينا نتذكر بعض أسماء اللي بتحكي بصفان فلسطين مثلا في كتير قصائد كانت لحنا على منهجنا بتذكر بتحكي عن القضية الفلسطينية عن المسجد الأقصى مثلا مين منا ما بتذكر فلسطين داري مثلا اللي كانت بأيامنا بأيام الابتدائي مكننا أخذها بصف الأول كان بالمنهج يعزز عنا هاي القيام يحكي عن القضايا العربية يحكي عن الأم العربية يحكي عن البلدان العربية مو بس عن فلسطين في بلاد العربية أوطاني مين ما بيحبها هاي القصيدة كانت كتير حلوة وكانت على طول تحس تخلي عنا الحس الوطني الحس الإنساني الأم العربية فكانت على طول محركة مع شاعرنا وليحنا صغار شو عنا قصائد جديدة هلأ؟ أسماء جديدة هلأ أنا ما كتير بالقصائد أنا أكثر ميالة للقصص لأنه أنا اختصاصي فبشو الأصص خبرينا في كتير الأصص نحنا عم نشغل عليها تحكي عن تاريخ فلسطين في نحنا فين عم نحاول نقسم الموضوع القضية فلسطينية لأعمار الأعمار الأولى نحنا منحكي منعمل نشاطات أكتر ممكن نطلب من الأطفال يعملوا يلونوا عالم فلسطين نرسم لهم مثلا قبة الصخرة نرسم لهم المسجد الأقصى للأعمار الجديدة الأعمار الأكبر من سبع سنين وأكثر فينا نضطر إلى المواضيع التاريخية نحكي عن مكانة فلسطين الاجتماعية والدينية والتاريخية ممكن نحكي عن الزير فلسطيني مثلا ممكن نحكي قصص بتحكي عن العدالة والشهامة والتعاون لحتى تعزز القيم الوجدانية شوية عن الأطفال تمام يعني اليوم أدب الأطفال فينا نقول أدب تعليمي تربوي ثقافي اليوم لفئة الأطفال اليوم نتيجة الشيء اللي عم بيصير بفلسطين يمكن ما في طفل بالبيت إلا وعم يسأل شو عم بيصير الطفل يمكن بهذا العمر بيكون كتير فضولي والأهل يمكن ما يعرفوا شو ممكن يحاكوا هذا الطفل بأي لغة اليوم كيف ممكن أدب الطفل يعزز هي القضايا عند الأطفال هلأ مثل ما قالت أول شيء بدنا نحاول نستوعب عمر الطفل الأعمار الصغيرة ما فيني أنا أتطرق الأحداث اللي عم تصير هلأ فبدي حاول اتجه أكثر للأمور الأساسية عن فلسطين بشكل عام أما بالأعمار الأكبر فبدي أحكي أنا بدي أحكيرهم عن الأحداث اللي عم تصير ممكن نفتح نقاشات حتى نحرك فضولا شوي نحرك وعينا الاجتماعي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية من خلال قصص من خلال أمثلة من خلال ذكر شخصيات مثل صلاح الدين مثلا نحكي عنا مثل نعمل نشاطات بالمدارس نعمل نخصص وقت بالمدارس حتى نحكي فيها شوي على القضية الفلسطينية ونوعي الأطفال للشي اللي عم يصير تمام يعني هلأ مواكبين نحنا جميع الأحداث الجديدة اللي هلأ عم تصير والأطفال نحنا كتير عم نحكي وحكينا سابقا عن أهمية زرها القيام الوجدانية عندهم بحيث أنه يربوا وحتى لما يكبروا ما ينسوا أي تفصيل من الشي اللي صار هالشي أكيد يعزز عندهم حب الوطن والانتماء للوطن أو حتى كمان لفلسطين المحتلة خلينا نحكي عن أهمية زرعها القيام داخل كل طفل إن كان عن طريق مواكبة الأحداث أو عن طريق القصص المحكية أو الصور حتى يعني بعيدا شوي عن العنف بس لازم أنه نزرع فيهم هاد الحب والانتماء من الظغر يعني أكتر ما هو لسه موجود يمكن بيجي بالفترة أكيد تمام أكيد ضروري كتير هذا الموضوع خاصة نحنا بيعثر في مواقع تواصل اجتماعي في إعلام الطفل ما عم يتأثر بس بالكتاب فلحنا للأسف الإعلام الغربي عم يحاول يعزز يعزز شغلات خطأ عند الأطفال فلحنا واجبنا نورجيه عاكسي اللي عم يقوله الإعلام الغربي لازم مثل ما قلنا نعزز عنده حب الوطن من الظغر الانتماء للوطن الدفاع عن الأرض الشهامل الشجاعة التعاون الإسار الشعور بالآخرين هاي كلها قيم نحنا لازم نزرعها بطريق قصص حتى نستخدم مواقع التواصل اجتماعي لأن أطفالنا متجهين لكتير فلا نحنا نتغاضى عنها ففينا نعمل فيديوهات فينا نعمل كرتون عن فلسطين وقلية فلسطينية والأمة العربية حتى نبعدهم شوي عن الإعلام اللي عم يضلون لهم أكتر تمامي ممكن مثل ما ذكرتي اليوم عندنا طرق كتير عديدة لحتى نحفزها ونشجع الأطفال اليوم على القراءة والكتابة خلينا نحكي شو مسؤولية الكتاب اليوم توجه أطفالنا أبل ما أحكي عن مسؤولية الكتاب خلينا نحكي عن مسؤولية الأهل يعني ترغيب الطفل بالكتاب تمام نحنا للأسف بعصرنا هذا شوي بعادة عن الكتاب خلينا هلأ نستغل هاي نستغل هاي الأحداث اللي عم تصير ونحاول نرجع أطفالنا للقصص الأديمة بتذكر كان في عنا بالمنهاج شيء اسمه قصة قصيرة ما بعرف إذا هلأ موجودة أو لا موجودة بيمكن بس ما عم تاخد حقه بالمنهاج خلينا نحنا نعطيهم نعطيها حقه هاي هذا الموضوع من الأدب الطفل نغيب نختار للأطفال ننزل على سوق الأطفال خلينا نشوف شو فيه شغلات جديدة شو فيه رسومات ممكن يرغبها بعيدا عن الشغلات التكنولوجية وبعيدا عن الموبايل خلينا أول شي نعزاز فكرة الكتاب بعدين نتجه إلى المواضيع اللي احنا بدنا نحكي فيها ممكن عن فلسطين أو عن بلادهم هنا خلينا نتعرف عن بلادهم اللي عايشين فيها بدي أحكي عن موقف أنا مرأ معي من فترة كنا بأحد بلدان العربية بمعارض كتاب فعمل نبيع القصص والت مثل العادة فبقم بتسألني أنه أنتوا من أي بلد لأن اختلطت عليها اللهجات فسألتني أنه أنتوا من أي بلد سوريا ولا لدنا قلت لها من سوريا فسألتني بنتا بعمر الخمس سنوار سوريا مع اسرائيل ولا فلسطين فتخيلي الوعي اللي مرزارعينه بلابنة عمره خمس سنين قالتلي إذا أنتوا مع فلسطين نحن هناخد من عنكم فأنا كتير مبسطت بوعي الطفلة وعيها الاجتماعي وعيها قديش الأهل شاغلين على هذا الموضوع قديش أنه قارئينا عن فلسطين وقارئينا عن البلدان تانية اللي متعاونة معها واللي واقفة مع فلسطين لحتى عنده هذا الشعور إنه إذا أنتوا بلد ممتعاملة مع اسرائيل أنا ما بدي أخذ من عنكم فقديش حلو هذا الشعور؟ حلو كثير يعني أسئلة الأطفال كمان بتجي أوقات كثير زكية فهون دور الأهل لازم ينلعب بشكل صح وكمان دور المدرسة واتبي نسألوا أي سؤال فيه كثير أطفال ممكن عن جد يحرجوا بأسئلتهم أوقات أو يكون عندهم أسئلة قوية فالأهل لازم يجابوا عليه بشكل صح بحيث تدخل الفكرة كمان بشكل سلس وصح كمان دور المدرسة خلينا نحكي عن دور الأهل ودور المدرسة عند هؤلاء الطفال؟ لا دور الأهل مثل ما قلت المعزز عنده إن موضوع القراءة نبحث نحن وإياهم نعمل نشاطات نحن وإياهم لحتى نقدر نذكرهم بهذه الأمور دور المدرسة أنا بتمنى من المدارسة لأن شفت بعض المدارس بسوريا عم تعمل حصص أو فقرات عن دولة فلسطين من الأعمار الصغيرة من رياض الأطفال عملتنا فقرات عن الزي الفلسطيني جايبين شخصيات لابسين الزي الفلسطيني رافعين على فلسطين حاطين أنشيد وهازيج وشغلات كثير حلوة عن فلسطين الأعمار الكبيرة خلينا نعمل لهم حصص تاريخية نحكي لهم شوي فيه عن تاريخ فلسطين يعني في بعض المدارس شغلت عن هذا الموضوع نتمنى من المدارس الثانية تعمل نفسها أكيد يعني هي عملية التشبيك الموجودة اليوم إن كانت بين الأسرة والمدرسة جدا مهمة اليوم لتعزيز مهارات القراءة والكتابة عند الأطفال سميرة خلينا نحكي اليوم في كتب عديدة للأطفال ويمكن السؤال الكثير من الأهالي بيسألوا أنه أنا بترك طفلي يختار الكتب يلي بتناسب اهتماماته ويشو بيفضل ولا لا أنا ممكن أفرض عليه كتاب معين وخصوصا اليوم يمكن بتشوفي في كتب عم تصدوري يمكن فيها شيء من قصص العنف من قصص كتير ممكن تشجع الأطفال على أشياء سيئة أنت برأيك اليوم هل نحنا فعلا لازم ندخل بهذا الموضوع؟ طبعا لازم ندخل خلينا نعمل الموضوع التشاركي ما فينا نفرض على الطفل هو شو بده يقرأ وما فينا نخليه يختار لأنه الأكثر شيء يلفط الطفل هو الرسومات والشغلات والألوان وغلاف القصة أكثر من أنه يلفطه الموضوع بجوز الطفل اللي يختار ما يعرف شو الموضوع اللي جوالت الكتاب فخلينا الموضوع التشاركي الطفل اللي يختار لحنا نشوف الكتاب إذا بناصبه أو لا إذا ما بناصبه نناقشه بالموضوع إنه هذا ممكن يكون الأكبر من سنك ممكن يكون في موضوع يعني عن طريق النقاش والحوار والطريقة الحضارية شوي بين الأهل والطفل ممكن نقنعه بالشغلات اللي اللي احنا منحبها أو الشغلات اللي اللي احنا نغبانين علموا إياها أكيد طيب خلينا شوي هيك ندخل شوي بالقصص اللي بتحكي عن الإيجابية أكثر من القصص السلبية يعني كتير مشاهد وكتير أخبار بشعة ومشاهد قاسية بتعرض لأل الطفل في شي توضيح أو شي إيجابي بالقصص المحكية بتخلي هادو الطفل شوي أنه بتساعدهم أنه ما كتير يصير عنده أثر سلبي على نفسيتهم من خلال الأحداث والأخبار طبعا نحنا هذا اللي عم نشغل عليها اللي احنا بأضب الطفل عم نتجه للمواضيع الإيجابية عم نزرع عم نحاول نزرع الأمان عم نحاول نزرع التفاؤل بنفس الأطفال أنه رغم كل شي إنتوا عم تشوفوا رغم كل الأحداث اللي عم تشوفوا ففي يوم رح يجي في النصر ورح نكون لحنا المنتصرين ونحقق كل شي بدنا رح ترجع لنا فلسطين رح نحكي شوي عن الأطفال اللي عم اللي عم يتعرضوا بفلسطين للأسف على العنف ولي عم يتعرضوا للقتل اللي حنا نحكي عنهم أنه هذول ممكن نقول أن هذول اختاروا رب العالمين لحتى يعني نعطيهم شغلات إيجابية لحتى هنا يتقبلوا شي اللي عم يشوفوه رغم أنه شي اللي عم يشوفوه كثير صعب حتى اللي احنا الكبار ما عم نقدر نتقبله بس عم نحاول نزرع إيجابيات فيها لحتى أنه نهاية هذا الشي شي حلو قد ما صار أحداث قد ما صار شغلات صعبة بس وهي فيه بالنهاية شي حلو لحنا منتصرينه تمام قد اليوم مهمة نحنا نستغل أوقات الفراغ عنده الطفل بالقراءة بالكتابة اليوم يمكننا يوميا نخصص له هيك ساعة من الوقت نقرأ له أي قصة ممكنة بس يمكن بتلاقي الأهالي اليوم بيقول لك انحنا ما ممكن مهملين هاي القصة هل نوضح اليوم قدامهم يمكن نخصص من وقتنا لحتى نحكي لأطفالنا ولو قصة يمكن مو من الأم وكان الأب في حال كانوا الاثنين يعني أحدا منهم فاضي طيب هل نوضح هذا الموضوع يمكن قدامهم لبعدين على الكبار الطفل يمكن هو من حاله تلقائيا بيصير يحب يقرأ تمام أكيد مهم هذا الموضوع للأسف أغلب الأهالي بتحججوا بالوقت بتحججوا بقلة الفضاء بقلة إنه نحنا عمنا أجغال كثير ما عم نتفضل أولادنا بس هذا الموضوع كثير ضروري لنقضي لحنا ساعة من الوقت أو حتى نصاعة أو حتى عاشر دقائق لحنا نقضيهم مع أطفالنا نكون بكامل تركيزنا معهم هاي الشغلة مو بس بتعزز عندهم موضوع إنه يحب القراءة أو يحب النقاش مع الأهل هاي بتعزز العلاقة الودية بين الأهل والطفل حتى بيكون بيناتهم نحنا في هاي الساعة لحنا الوقت مع أهلنا ممكن نحكي فيها قصة ممكن نعمل فيها نشاط ممكن نحنا نعمل أي شيء مع عنا بس لحنا عدا الوقت لقلون نخصصهم لقلون العشر دقائق بتركيز مع الأطفال نفس الساعة نفس الساعتين المهم بنا نكون نحنا بكامل تركيزنا معهم أكيد بالخطام بدنا نتشكرك وشكراً لكل نصائحي اللي قدمت وإن شاء الله الأهل أكيد يكونوا على دراية كاملة بأطفالهم ويحاولوا دائماً يحكو لهم هاي القصص والإشياء الإيجابية مشان يساعدوه أنت ما يتأثروا سلماً بدنا نشكرك اليوم الكاتبة المتخصصة بأدب الأطفال سميرة شكر أكيد كل شكر إليك ولكل المعلومات المهمة اللي قدمتها لليوم وارتي صباحنا شكراً لك معرفة نحن مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل مباشرة لتقرير لكاتدرائية سيدة النياح في حارث الزيتون ضمن أسوار المدينة القديمة وبالقرب من بابها الشرقي حيث فتتح البازار الميلادي برعاية صاحب الغبطة البطريارك يوسف عبسي بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك أكيد تفاصيل أكثر مع زميلتنا رشا خدور الناس اليوم بحاجة إلى بعض الأمور وهون بالبازار هو سعره أخف إلى آخرين وهيك الناس تقدر بتساعد بعضها من جهها وبعدين ريعان هالبازار هو لمساعدة الناس حقيقة الفقراء يمنعون يلي محتاجين ويلي ما بيقدروا هيداك الوقات يعيدوا يكونوا مع بعضنا مركز تقافي روسي يشارك في هذا البازار الخيري هذا عملية تقليدية سنوية ونحن نحاول أن نشارك مع الكنائس دماشك في العمل الخيري خلال سنة ليس في العياد فقط واليوم نحن كمان نقدم للجماهير السوريين بعض المنتجات لأطفال الدارسين في مركز تقافي روسي وبعد الأعمال اليدوية مثل التطرزة هذه اللوحات كبيرة وكل هذه المساري توصل إلى صندوق البازار هدفنا من الاشتراك بالبازار نوصل الألعاب لبيت للأطفال سوريا بسعر أقل الكرمال اللي مو قدرتوا يشتري اللعبة إن كان سعرها غالي أو شي يشتري هون البازار بسعر أقل من السوق وشارك دائما بالبازارات بالحلويات كلها شغل إيدي في عنا المربى المربايات والليكور وشراب الماورد والتو كل عامه أنت بخير هدولي شغلي شوية منتجات شغل إيدي أفكار تيجينا ونشتغلها إن شاء الله كل عامه أنت بخير وميلاد مجيد على الجميع يا رب اليوم حضرة منتجات كثير للعيد وعاملة كثير أساس سفلاش ولوشن إن شاء ورجل كلهم صناعية ضوية طبعون وكل شي عاملته وصانعته بحب أكيد وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلام يا رب متل سوق خيري ليوصلوا للعائلات بأرخص من السوق يعني وبيكونوا هيك نضافوا بشغل البيت وتقليد سنوي تقليد سنوي وإن شاء الله ينعاد علينا بيعني يكون الوقت أحسن والظروف أفضل كملينا صباحنا معكم مشاهدين وتاني فقراتنا رح تكون وخصصناها لحتى نحكي على مرض هو مجهول السبب ودائما هو يخص ويصيب المراهقين اسمه جنف المراهقين رح نتعرف سواء على هذا المرض وشو أسبابه يمكن إنه مجهول السبب بس إلا يمكن ما نلاقي مع الأخصائية شي سبابه وشو هي ممكن طرق العلاج اللي تكون صحيحة وإضا طرق الوقاية إذا في طرق وقاية رح نتعرف على هذا المرض اليوم وكتير تفاصيل عنه مع السيدة ريم موسى قدر ماجستير في العلاج الفيزيائي واختصاص في معلوماتي حيوية صباح الخير صباح نون جسد صباحك أستاذي صباحكم صباح سوريا أهلا وسهلا فيك باستوديو الأخبارية السورية خلينا بداية عم نحكي يمكن عن مرض نسمع عنه كتير بس يمكن بالفترة الأخيرة صار منتشر عند فئة المراهقين يقولوا أنه مجهول السبب بنسبة 80 85% هل نتعرف على تفاصيلنا والمشاهدين شو نقصد بالجناف مرسي لسؤالك عن ستنا كتير مهم نعرف أول شي تعريف الجناف مجهول السبب لحتى نقدر نفكر بعدين بحلول للعلاج وللوقاية منه تعريفه هو تشوه معقد ثلاثي الأبعاد بالعمود الفقري بيظهر عند الأطفال بعمر المراهقة بفترة قفزة النمو وقد بيكون العمر بين 10-18 سنة تقريبا وممكن يستمر حتى طوال الحياة وهو يتظاهر بميالان جانبي بالعمود الفقري الميالان من نشوفه منه جناف بمقدار 10 درجات أو أكتر مع دوران بالفقرات يعني نحن لازم يكون في عنا ميالان نكون عنا دوران لنقول لأنه هذا المريض اللي قدامنا عنده جناف شوية أحصائيات معلش هو بيسيب تقريبا 2-3% من الأطفال يعني إذا عنا 40 طفل فعندي طفل ممكن احتمال إصابته بالجناف إذا ألف طفل فعنا 25-27 طفل مصاب بالجناف أطفال طيب شو الاسم العامي لهذا المرض يعني غير جناف فيشي اسم بالعامية أو محكي بين الناس هلأ الاشياء اللي بيحكوها أنه التواء ميالان هو أكتر من أنه يكون التواء أو ميالان ورح لنشوف ليش وليش سموه مجهول السبب هلأ نحن بداية بلشنا بمرض مجهول السبب وهذا الشيء ممكن يخوف كتير عالم أنه مجهول السبب معقولي بهيك فجأة أنا الطفلي أنه يصير عنده جنف هاد شيء يعني شوي بيخوف فمعقول ما فيه سبب واضح لحتى هلأ سمي بمجهول السبب لأنه في كتير أسباب وعوامل مؤدية لحتى يظهر هذا الجنف في كتير شغلات واضطرابات بصير بالجسم لحتى آخر شي نشوف هذا الميالان اللي صار عند الطفل كتير صار فيه دراسات اللي يعرفوا شو سبب هذا الميالان اللي عم بيصير بالعمود الفقري يعني في منهم فكرة شائعة أنه عضلة طويلة عضلة قصيرة فأنا بمطت القصيرة وبشدة طويلة لحتى رجع العمود الفقري بس هو الموضوع أكتر من هيك بكتير بيبلش من الجينات قبل ما يخلق الطفل بالعوامل البيئية اللي بتتعرض للأم للتشكل تمام العوامل في عنا عوامل خارجية مثل تحميل الجسم الغذاء اللي عم ناخده التعرض للمواد الكيميائية كسابات معينة تمام العوامل الداخلية هي عوامل هرمونية وعوامل النمو كلها عم بتأثر على طريقة التعبير عن جيناتنا يعني نحن الجينات موجودة إذا في عنا استعداد وراسي ولكن العوامل البيئية بتجي وبتأثر إنه يا جينات بتتعبر عنا أو ما بتتعبر عنه يعني العوامل البيئية أكتر من العوامل الوراسية بهذا الموضوع العوامل البيئية إلى دور كتير كبير كمان العوامل الوراسية تقريبا في عنا 30% من مرضى الجنف في إيران تاريخ عائلي بالإصابة طيب خلينا نحكي عن الأعراض أو نوضح العلامات والدلالات اللي ممكن تظهر اليوم عند المراهقين لأنه نعرف أنه عم بيعانه يمكن من أهل معينة شو فينا نوضح عن هذا الموضوع تمام نحن لأنه نسبة انتشاره تقريبا كل 40 طفل عنا طفل مصاب بالجنف فأنا بتوجه لكل أم لكل مدرسة يصير في عنا مسح مدرسي للأطفال بهذا العمر هو بلشت هاي البادرة حقيقة بحمص برعاية كليات البعث العلوم الصحية ومدرية تربية حمص ووزارة التربية والشكر لمديرين مشروع الدكتور سراح غازي نائب عميد الكلية والمدرب والخبير الدولي بالجنب في سيد فراس وهبة بلش بحمص وأنا بتمنى يمتدليش ملكي سوريا بالمبدأ أنه نحنا منتبه على طفلنا إذا في عنا ميالان بالكتفين عدم تناظر بالكتفين عدم تناظر بالخسرين عدم تناظر بالحود في علامة الإنحناء الأمامي لأدم إذا مننتبه على الحدبة الظلعية والحدبة القطنية والحدبة الظهرية أي شيء منلاحظ أنه عدم تناظر أو البنت لما بتلبس قواعية ننتبه أنه إذا اللبس منيح عليها لا في كتف مائل عن التاني هذا بيبين معناه بس بدنا ننتبه له بشكل دوري ساعته لازم إذا انتبهنا أنه في عدم تناظر لازم نحيل للطبيب المختص لحتى يشخص أكيد خلينا نحكي هون عن العلاج ممكن يكون في علاج لهذا المرض علاج جزري حتى بدون ما يضل أي أثر لهذا المرض وقده ممكن مدة العلاج تستغرق من الوقت تمام لحقيقة نحن إذا جعنا للأسباب تبع الجنف لنا فيه أسباب جينية فيه أسباب عصبية غدية فيه أسباب عصبية عظمية فيه أسباب تكامل حسي حركي للجهاز العصبي المركزي كل هدول عم بيصيروا لحتى عم يبين عندي هذا الميلان فنحنا بالعلاج الخيارات العلاجية عن علاج جراحي وعننا علاج محافظ نحن منحاول قد ما فينا أنه نحافظ على جودة حياة المريض بهذا العلاج يعني شفاء تام من الجنف ما فيه حتى الجراحة ما بتشفي من الجنف هي بتثبت وبتقوم العمود الفقري بس المرض موجود يعني دي عالج جينات ولا عصبية ولا غدية ولا شو بدي عالج لعالج وإنما دورنا أنه نحن ما يعمل تأثيرات على التنفس طفل أهم شي ونفسيته اللي بتتأثر بجماله وشكله بيكون بعمر المراهقة كثير حساس لهذه الأمور صحيح العلاج المحافظ هو بنسم لخيارين علاج بالتمارين المحددة المخصصة للجنف اسمه PSSE وعلاج بالمقويمات لبريس دور العلاج المحافظ طبعاً نحن مندخل بالعلاج وتكون زاوية الجنف أكتر من 20 درجة تحت 20 درجة نحن ما لازم نتدخل لازم بس نراقب بشكل دوري على مدى الأشهر 3-4-6 شهور حسب حالة كل مريض طبعاً التمارين العلاجية المحددة هي كثير خصوصية بالجنف وهي تخصص وعلاج جديد فات على البلد فبدنا نطول بالنا شوي لحتى يصير منتشر أكتر ويصير شاعع أكتر وتصير المعلومة العلمية الصحيحة هي اللي متبعة أكتر حتى بالجهاز الجنف لبريس نحن مو أي قطعة بلاستيك حطيناها على الجزع صار اسمه جهاز للجنف جهاز الجنف هو أطعام العلم معنى أطعام البلاستيك تمام يعني ذكرتي نوعين من العلاج اليوم للجنف طيب شو العلاج؟ هو هذا العلاج بناصب اليوم كل المصابين أم لا اليوم حسب يمكن الدرجات أو الحالات عند المريض الحقيقة أنه العلاج أكيد مولا كل المرضى لشكل عام زينا نحكي نحن عن مريض مصاب بجنف فنحن عنا تقريبا ستين تقييم سريري وشعاعي لحتى نقدر ناخد تصنيف للمرض يلي عنا ونقدر نتوجه بالعلاج لإله شو هو فالعظم يكون عرفانين كلهم لحتى أدرانين نتوجه بالعلاج تمام دعونا نحكي كمان نوضح شيء إنه إذا العمود الفقري كان ميل فيه بس ميلان وعضلة طويلة وعضلة قصيرة هالشيء له علاء لحتى يسبب التباقه ويصير فيه جنف؟ رح أدخل بالقصة أنه من الجهة اللي عم نحكي فيه هو الجنف الثانوي أو الوظيفي بسموه هو الجنف بشكل عام كله كتير بعيد كل البعد عن عضلة طويلة وعضلة قصيرة ممكن الجنف الوظيفي تصير بسبب فرق بطول الطرفين السفليين فعمل ميلان بالحوض صار في عنا ميلان بالعمود الفقري ما صار دوران بالفقرات لسه فإنحنا إذا عوضنا قصر الطرف من العمود الفقري رجع مستقيم ونحلت المشكلة وفيه أنا يمكن الجنف الحدابي؟ بترافق مع الجنف تشوهات تانية أغلب الشائع أكتر شيوعا هو نقص بالحداب الظهري نحنا في عنا حداب ظهري طبيعي لكل ياتنا عنا أغلب الحالات بيصير فيها نقص بهذا الحداب وهذا الشي على حساب القفص الصدري والرئتين بيصير لهيك نحنا بالتمارين تبعنا اللي شائع أنه نحنا بنعمل تمارين بفرط بسط وصل للأمام والخلف الشد ميكانيكي آلي هذا كله عم يأزي مريضنا ليش؟ لأنه عم يزيد الدوران وكل ما زاد الدوران كل ما العمود الفقري قرب أكتر على القفص الصدري كل ما أزاء الساعة التنفسية والمشاكل الألبية عنده التفق دعونا نحكي عن بعض التمارين الخاصة أو الأمور المتبعة الخاصة حتى ينخفف عن احتمالية الاختناق أو بواحد أنه يحس أنه كابس على نفسه نتيجة هذا المرض المدارس أو التقنيات المختصة بالعلاج المحافظ للجنف هو علاج تخصصي نوعي هناك 8 مدارس 8 تقنيات متبعة عالميا كل مدرسة فيه إلى تقنيتها الخاصة بالتقييم بناء على هذا التقييم الخاص بيكون فيه تقنيتها الخاصة بالعلاج وبتمرين العلاجية حتى كل مدرسة فيه جهاز جنف مناسب أكثر للتمرين التخصصية أو للتصنيف التبعة مع اختلافهم فهنا بيشتركوا بعدة نقاط مبدأ التصحيح الثلاثي الأبعاد اللي عم بيصير بالعمود الفقري وليس مبدأ تصحيح الثلاث نقاط اللي بيصير على مستوى واحد بالعمود الفقري تصحيح ثلاثي أبعاد عكس الدوران اللي عم يصير بالفقرة وعكس الالتواء الهندسي اللي عم يصير بكامل الجزاء والعمود الفقري والاستطال الزاتي طيب خلينا نتوسع أكثر بالموضوع ونعرف مين الأشخاص اليوم مؤهدين يصير عندهم الجنف يعني حكينا عن المراهقين يمكن كمان مسمع عند المرأة الحاملة عند كبار السن خلينا نوضح مين الأكثر الأشخاص المعرضين هلا إذا نحنا عم نحكي عن جنف المراهقين مجهول السباب هو بيصيب أكتر شيء لأطفال بين عمر 10 ل 18 سنة لهيك البادرة اللي صارت بحمص وبتمنى أنه تعمم على كل سوريا بلشت بالمدارس اللي عندهم هاي الفترة العمرية وليش؟ لأنه أفضل فترة لحتى نحنا ندخل بالعلاج المحافظ هي هذا العمر لأنه في فترة اسمها تسارع الجنف تسارع الجنف وتطوره بدرجات كبيرة كل شهر بفترة قبل البلوغ بسنتين وبعد البلوغ بسنتين فنحنا إذا خلال هاي الفترة قدرنا أنه نحصر الزاوية بمجال معين نحنا منكون عملنا كتير إنجاز للمريض أكيد طيب خلينا بنهاية فقرتنا معيك هيك بعض النصائح المهمة لجميع الأهل يمكن هنون لأنهن مدركين أكتر من الطفل المراهقين اللي بيكون عنده إذا لاحظوا عنده أي عارض ولا وحتى بسيط شو ممكن يتصرف بهذه الحالة؟ في داعي للخوف أو للقلق والتوتر بهذه الحالة وأنت ممكن تكون الحالة ممكن تظهر فجأة بشكل مبالغ فيه وتستدعي لأمر خطير كيف هيك ممكن تصرف؟ تمام المشكلة إنه الجناف هو غير مؤلم لهيك نحنا منشدد على الفحص الدوري إن كان مدرسي أو إن كان منزلي للأم اللي عم تفحص طفلة بالبيت على عدم التناظر بالكتفين وبالخصر وبالحوض وقت تلاقي عدم تناظر طبعا هي بدأت توجه لطبيب المختص لحتى يشخص لنا ويأكد لنا التشخيص فطبعا كل ما اكتشفنا مبكر أكتر كل ما كان الحل أسلام وأحسن بالنسبة لطفلنا طيب في مضاعفات أو أثر جانبية خطيرة لمدى الطويل اليوم للموضوع الجناف؟ أكيد وقت ينترك بلا علاج كل ما لها الزاوية عم بتزيد كل ما لها عم تضغط على الرئتين كل ما لها عم تعمل مشاكل قلبية حتى بتوصل لمشاكل نفسية واكتئاب عند الأطفال بهذا العمر لما عم يشوفوا شكلهم هيك وعم بيصير عندهم انعزال اجتماعي نوعا ما أي ملاحظة للطفل بهذا العمر رح تكسر خاطره رح تلقائيا رح ياخد زاوية لحاله ما عاد يحب أنه يشوف حدا فالمشاكل صحية ونفسها كثير كبيرة بتصير إذا أهملنا الموضوع بتركب العلاج حلينا نستغل وجودك معنا وأسألك لسه سؤال شو هي المشاكل القلبية اللي ممكن تصير هلأ بالعادة بترافق الجنف مع المشاكل القلبية بيكون فيه وهو شائع بعد العمليات الجراحية القلبية عند الأطفال هون فتنا بتصنيف للجنف اللي هو سبب أو طلعنا عن موضوع جنف المراهقين مجهول السبب يعني مين ممكن يسبب مين الجنف ممكن يسبب مشاكل قلبية أو المشاكل القلبية ممكن تسبب جنف هنا اثنين عاتهم بأسروا على بعض نصائح للحفاظ على الصحة العمود الفقري والابتعاد عن العادات الخاطئة اللي ممكن يمارسوه يمكن لكبار والمراهقين بما أننا عم نركز عليهم اليوم ضمن صباح تمام العادات الخاطئة هي ما بتسبب الجنف حسب ما شفنا قبل شوي انه اسبابه كثيرة وحقيقية وبنيوية بعضم الفقرة عم بتصير بالنهاية وعلاجنا حقيقة رح يؤثر حتى على عضم الفقرة ان كان جراحي ولا ان كان مخافز فهو اكبر من انه وضعية خاطئة سببت الجنف الوضعية الخاطئة ممكن تعملي جنف سانوي او مجرد ميلان هلا اذا طال على مدة طويلة كتير ممكن يتحول بعدين لجنف بنيوي اما اذا ما كان عندي استعداد او اي سبب حقيقي من الاسباب اللي ذكرناها لحدوث الجنف فهي القعدة الخاطئة او شنتة المدرسة ما بتسبب لنا الجنف وانما هي فقط اذا كان موجود هي بتزيده بتظهره بشكل اسرع يعني هلا احنا عادتنا هيك لمدة ساعتين صح ليه ما ويسير معنا جانا لا ان شاء الله شكرا كتير لقلك اكيد على كل المصائح اللي قدمتيا ولسه كمان يعني كتير من الاسئلة بتزاول حول هاد الموضوع لانه متل ما قلتيا هو مجهول السباب فكتير بتكتر الاسئلة حوليه وبتخوف الاهل كتير وممكن حل ما انا كنا سمعانين فيه يلاحظوا كتير اشارات عند اطفالهم تستدعي لاستشارة الطبيب بيكونوا ملاحظين شي خفيف ويسرعوا من عملية الشفاء والعلاج قديمهم انه الكشف المبكر عن هاد المرض او اذا ما في اي اشارات فينا نحنا نعمل كل فترة كشف عن هاد المرض يعني بما انه هو ما في علاج جزري لإله فينا هيك بشكل دوري نعمل كشف عن هاد المرض هو ضروري انه نعمل كشف دوري عن المرض ان كان الام بي بيتها او اذا صار مسح مدرسي بكل سوريا ممكن نكتشفه على بكير لانه ما في اي اعراض بتأثر على الجنف اسمحولي تشكر اللي دخل مفهوم التخصص النوعي او العلاج التخصصي النوعي للجنف ويلي هو يسجل اسم سوريا بخارطة دول العالمية للعلاج المحافظ بالجنف الخبير والمدرب الدولي السيد فراس وهبي بدي يتشكر مشفاء ابن النفيس ومشفاء المجتهد ممثلين بمدرعهم وإداراتهم على تعاونهم بهذا المجال وتقبلهم للفكرة وهنا حقيقة بلشوا يشتغلوا لحتى يدخل هذا العلاج التخصصي النوعي ويصير متاح لكل المرض يعني حضرتك اختصاصية بالعلاج الفيزيائي اليوم عم نحكي عن الجنف فكيف ممكن نعالجه فيزيائيا كم جلسة ممكن نحتاج تمام هذا السؤال بيوجهني لزملائي المعالجين وأصدقائي المجال كتير جديد نزل على البلد فنحنا لازم نطول بالنا شوي لحتى نقدر نستوعب أكتر نفهم أكتر نقرأ أكتر عن الموضوع وهذا كله بده شوية وقت لحتى يصير العلاج التخصصي النوعي أكتر شيوعا والمعلومة العلمية الصحيحة هي اللي أكتر رواجا لازم أنا كمعالج فيزيائي كون عرفان منيح أريان منيح عن الجنف ومفاهيمه وعالية التشوه يلي بتصير فيه لحتى يكون متبع أحد الدورات التخصصية للعلاج والمحافظة للجنف لحتى أقدر أعالج ليس معقول أنا أروح ركتاب أو أشوف فيديو على اليوتيوب وروح طبقه وضغري على مريدي لازم يكون فيه استشارة أكتر لازم يكون فيه أول شيء استيعاب وفهم كامل للمرض وعالية التشوه ودورة تخصصية بتعطيني الأساسيات لحتى أقدر أعالج مريدي بما أنه تخصص جديد أو كما ذكرت طريقة العلاج ممكن تكون جديدة شو هي الدراسة أو الاختصاص اللي لازم بالأساس يكون الشخص متخصصه لحتى يقدر يتبع هاي الدورة ويصير حدا خبيب بالعلاج الفيزيائي لهذا المرض تمام هي التمارينات العلاجية المحددة اسمها Physiotherapy Specific Scoliosis Exercise يعني تمارينات علاجية فيزيائية محددة للجنف وخاصة بالجنف فهنا نتمنى مدارس حقيقة والسيد فراس وهبة هو مدرب دولي لتقنية اسمها PSSE الشروث وإن شاء الله عن قريب بعد وقت رح يصير فيه دورة تخصصية بهذا المجال قريبا بسوريا ويكون فيه كثير معالجين عم يقدروا يعاجوا جنف إن شاء الله يمكن ببداية حديثنا مع حضرتك ذكرت أنه للنمط الغذائي في دور بالموضوع نحن نوضح شو علاقة النمط الغذائي اليوم بالجنف عند المراهد النمط الغذائي هو للأسف وقال بيكون في عنا سوء تغذية الأم هي حامل فهو بيأثر وكثير بيأثر أنه يصير معنا يظهر الجنف عند طفلة وعند الجنين كمان حتى وقت يخلق يعني هي التغذية الجينية كمان تخصص جديد ويستدعي اختصاصي تغذية لحتى يكون ضمن الفريق الذي يعالج الجنف أكثر تأثيراته هي على تمعدن العزام وكسافة العزام وقوة العزام يجب أن نتبع اليوم ونتجنبها بنفس الوقت بشكل عام لأنه لا نتخصصي سأتحدث عن شغلتان هي الكالتوم وفيتامين دي هنا كثير أساسي ممكن هلو أن يكونوا بشكل وقائي حتى غير شكل علاجي ممكن ممكن وهنا مهمين حتى ليس فقط للجنف لكل الجسم إذا كانت النسبة كافية بالجسم وظلينا مداومين ممكن أنه يحمينا أو يوقينا من الإصابة بالمرض شفنا أنه هو مرض متعدد العوامل يعني هو عامل من بين هاي العوامل بس حضرتك يعني حكيتي صح أنه هو أكثر من سبعين بالمئة من الحالات عم تترافق مع نقص بالكالسيوم ونقص بفيتامين دال هلأ ليش لسه ما بيعرفوا يعني دائما بيقولوا بآخر دراسة أنه يلزم المزيد من التجارب والدراسات لتأكيد المعلومات يمكن حكينا عن أنواع علاجية عديدة اليوم للجنف عند المراهقين هل تخفيف من الأعراض أو المضاعفات؟ هذه نتيجة تخصص الطبيب المختص يعني ممكن تكون فيه علاج بالأدوية؟ ممكن حسب الحالة السريرية ولكن العلاج ليس موجه للجنف العلاجات، الخيار العلاجي كمان في عنا الجانب الجراحي يلي هو فيه إلو غايدلاين معينة إنه إذا كانت الزاوية أكتر من 45 والطفل ما نناضج هيكلياً إذا كان في عنا نضوج هيكلي والزاوية أكتر من 50 درجة فهو صح نحن بالعلاج المحافظ عم نحاول نتجنب العمل الجراحي أو ندفشه أو نأجله ولكن العمل الجراحي هو ما نوفي المرعب هو أحد الخيارات العلاجية لإلنا مع ذلك فهو ما بيشفي من الجنف مثل مريض السكري وقت يصير عنده غير غيرينا نحن منبتر الطرف بس هو يظل مريض السكري أكيد بالنهاية والخطام نتشكرك كمان مرة تانية على المعلومات التي قدمتنا إياها اليوم كنت معنا ريم موسى قذة ماجستير في العلاج الفيزيائي واختصاص معلوماتية حيوية أحلو صالة فيك نتشكرك كثير على كل المعلومات المهمة التي قدمتها اليوم بهذا الموضوع لأن فعلا يمكن ما عم يتم تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع من شكل وجودك بتشكركم لأن حقيقة التوعية بهذا المجال كتير مهمة بتشكركم على هذا الشيء لأنه في عنا أم في عنا طفل هلاء عم يحضرونا ولازم يسمعهم أكيد أهلا وسهلا أهلا بك مرسي أما مشاهدين هلاء راح ننتقل معكم ومحطة نتاليا راح تكون مع كرال كرال حلم وآحنين وأمسية ميلادية بعنوان أغنية السلام أو قيمت في دار الأسد للثقافة والفنون بمدينة الغذقية سنطابع تفاصيل أكثر أربع فئات عمرية بأصوات متنوعة من كرال حلم وحنين يحيون أمسية ميلادية بعنوان أغنية السلام على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بمدينة الغذقية الحفلة منوعة بين ميلادي بين وطني بين اجتماعي أطفال راح يغنوا أغاني كمان منوعة ميلادية وفي منهم أغاني اختاروا وهن اليافعين مثلا البرنامج منوعة فيه جرعة فرح وانتماء بهالفترة الصعبة اللي عمروا فيها طبعا اليوم الأغاني هي اسم الأمسي غنيت سلام نحن كموسيقيين وهن ككورال بيغني أغاني كان البرنامج وهذا الحفل السنوي تبعهم البرنامج فيه قطع على عيد الميلاد عيد السلام ومحبة لحتى تعمي وصلات لحتى تعمي السلام بقلوب الجميع مجموعة متنوعة من الأغاني والمقطوعات الكلاسيكية والتراتير الميلادية وأغاني من التراث الفلسطيني أغاني بتعمل الخير والحب ومن أدمى مشان نخلي العالم تنبسط كتير رح نقدم اليوم هيك أغاني كتير عنا عن الميلاد يعني هيك تشاطة تكون أغاني مصدر للسعادة والكلية مبسط فيها إن شاء الله نحن رح نقدم ثلاث أغاني هنين عنا جاروا كل سنة بالميلاد وبدأ يخبركم لفيروس ونحن منحب نعرض الأغاني بكل مكان مشان العالم ينبسط فينا 90 مغنيا ومغنيا يقدمون رسائل المحبة والسلام على هذه الأمسية التي تشكل فرصة لسقل المواهب وإغناء المخزون الموسيقي كاملين معكم مشاهدينا وخلونا ننتقل للتقرير الثاني لمحافظة حمصو بمناسبة عياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية انطلقت فعاليات مهرجان رنو الجراس للعام التاسع على التوالي بمسير كرنفالي ومعرض ميلادي والذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرذوتوكس في حي الحميدية تفاصيل أكثر بالمادة التالية بمناسبة عياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية انطلقت فعاليات مهرجان رنو جراس للعام التاسع على التوالي بمسير كرنفالي ومعرض ميلادي والذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرذوتوكس في حي الحميدية بحمص القديمة هذا اليوم دائما يوم فرح مثل ما عم تسمعوا مثل ما شايفين نتمنى هذا الفرح يعمق لوب الناس قبل ما يعمق المناطق ويعمق الأماكن ويعمق الشوارع لأن الفرح الحقيقي هو فرح القلب من جوا ربنا يديم الفرح بدياركم ويعمر بلادنا بفرح ما بينتهي أبدا بحضور ربنا بحياتنا دائما الله يحميكم وإن شاء الله أعياد الميلاد القادمة بتكون أعياد للبركة والخير لبلدنا هالمهرجان اللي نحن عم نعملوا للسنة التاسعة عالتوالي وأكيد متل ما نكون شايفين غايته هو نشر الفرح بعد الأحداث اللي نحن مرأنا فيها الأحداث الإرهابية واللي ضربت بلدنا الحبيب فنحن هلأ عم نعمل هالمهرجان الفرح حاد لحتى نقول للعالم أنه نحن أهل الفرح وأهل السلام هاي الفعالية عم بتكون للسنة التاسعة عالتوالي بعد الحرب وبعد رجعتنا على حمص الأديمي اللي عم تتضمن طاولات متعددة من كل الأصناف والأنواع وأغلبها رح عم تكون أعمال يدوية سواء كان مشروبات أو أعمال منزلية جبلية أو إكسسوارات أو شوكولات أو ملابس فكله عم بيكون هند ميد الثاني السنة إلنا عم تشارك بمعنى درنجراس والحمد لله كان كله بهجي وكله فرح وكان عم يعمل جو كتير حلو بحمص حمص اللي مرت بأزمة مثل ما بيقوله خربتها ومثل ما بيقوله خربت حمص كتير والحمد لله عم ترجع كل عام وأنتم بخير يا ربي نعاد على الجميع بالخير وإن شاء الله بضل سوريا عطوله بخير كل عام تبخير ونعاد على الجميع بالخير وإن شاء الله الفرح والسلام بعم سوريا كدلا المهرجان يستمر لمدة أسبوع وبات تقليدا سنويا تشارك فيه فعاليات أهلية وشعبية من مختلف أحياء المدينة ويهدف إلى إعادة الألق والحياة إلى شوارع حمص القديمة ونشر محبة والسلام قسامة ليوب الخبارية السورية حمص رح نظل ضمن الأجواء وأجواء عيد الميلاد ورح نتقل إلى مدينة طرطوس وأكيد بمناسبة أعيار الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالتعاون مع مترانية طرطوس للروم الأرثوزوكس احتفالية إضاءة شجرة الميلاد مقابل المحافظة وسط المدينة كمان رح نتابع تفاصيل أوفا ضمنها التقرير التالي بحضور رسمي وشعبي كبير وبمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية أقامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالتعاون مع مترانية طرطوس للروم الأرثوزوكس احتفالية إضاءة شجرة الميلاد مقابل المحافظة وسط المدينة نجتمع لنؤكد أننا شعب صامد صمود السنديان وصمود الزيتون في وجه الرياح العاتية تبقى نفوسنا مزهرة ومشرقة بكل عنوين المحبة والفرح والسرور التي تجمع القلوب إلى بعضها البعض غنفة التجانة والصناعة من ضمن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي يجب أن تتمتع بها نقوم اليوم بإضاءة هذه الشجرة التي نرى أنها يجب أن تبقى مضاءة دوما لأنها رمز لوحدتنا وبقائنا وصمودنا سورية منتصرة بإذن الله الاحتفالية التي حضرها سفيرا جمهوريتي اليونان والصربيا في سوريا استكملت في المركز الثقافي من خلال حفل غنائي كورالي لأغاني الميلاد حول العالم لكورالي أرجوان بجوقاته الثلاث إن شاء الله ترجع سوريا مثل قبل وأحسن بها المناسبة إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والسعادة وترجع سوريا مثل ما كانت وأحلى إن شاء الله إضاءة خير لسوريا إن شاء الله الأيام الجاي تحمل فرحا إن شاء الله كل شي مضى خلاص يكون مثل حلم والأيام الجاي أحلى وأحلى نتمنى أنه يعمل السلام والأمن على سوريا إن شاء الله كل عام وأنتو بالخير نعاد عليكم بالخير وبالصحة يا رب إن شاء الله نعاد على سوريا بالخير يا رب كل عام وأنتو سوريا بخير هي رسالة حب وسلام من سوريا للعالم وأمنيات كبيرة بأن يكون العام الجديد محملا بالخير للشعب السوري محمد حسن الإخبارية سورية ترطوس أكيد الختام مع الجمال والعناية بالشعر وأكيد كلنا منعرف أن الشعر عنصر جمالي هام للمظهر الخارجي إن كان للصبايا والشباب كمان لكن اليوم بسبب تغيرات الطقس بسبب النمط الغذائي اللي عم نتبعه أو ممكن الضغوط النفسية لمن مرفية مشاكل كثيرة ممكن تصيب الشعر عفاف تساقط الشعر يمكن لا سمح الله تكون عارض لأمراض صحية خطيرة لا لا سمح الله ممكن خلاصية شوية تقصف على شوية نشافة وجفاف أو ممكن حتى في أشخاص بيعانوا من الرطوبة زايدة للشعر ومشاكل كثير ممكن حتى إنه ما عم يطول أو عم يتنتف لحاله أو عم يكهرب بخصوص ممكن هذا الجو نتيجة الجو والطقس وتغيير أكيد الأماكن البيئية رح نتعرف على كتير نصائح لحتى تخلينا نكون بشعر صحي وجيد وخالي أكيد من المشاكل بلك إن شاء الله بتنحل مع الدكتورة زينة قاسم الفرج اختصاصية أمراض جلدية وتجميل يصالت صباحك صباحك أهلا وسهلا فيك يعني كنا عم نحكي قبل هو أنه اليوم فيه أسباب عديدة لتساقط الشعر خلينا نوضح أهم وأبرز هاي الأسباب أو العوامل المؤهل باليوم لتساقط الشعر سوى عند الصبايا أو كمان الشباب تمام مثل ما تفضلتين نحن فعلا لاحظنا هذا الشيء خصوصا مع تغيرات الطقس الفترة الماضية غالبية مراجعين العيادة كانوا يشتكوا من مشاكل تساقط الشعر هلأ نحن وقت المريض بدأ يراجعنا بالعيادة بدنا نطلع أول شي لنعرف الأسباب لازم نفهم أو نعرف المريض إذا كان عم يعاني من مشكلة سابقة مثلا في مرضى تعرضوا لرد نفسي في مرضى مثلا عنده قصة عائلية وراسية بدنا نعرف كمان نمط التساقط إذا هو تساقط منتشر ومفاجئ ولا هو مترقي إذا في قصة عائلية إذا في مشاكل بالتغذية اللي بيتعرضوا لحميات جدا قاسية أو في مثلا صدمة حدست للجسم مثلا جراء عمل جراحي كبير مثلا أو بعض حالات الحمل والولادة فنحن بهالحالة وقت بيجي المريض طبعا بالفحص الدقيق يعني أهم شي عنا التشخيص لنقدر نعرف السبب أنه نشوف إذا هاي الحاصة كيف أو التساقط الشعر إذا هو مثلا منتشر مترقي ندبي مثلا زمن الظهور قدي استمر فهي كل العوامل بتوجهنا نحو التشخيص كرمع العلاجة طيب خلينا نتعرف على التأثيرات اللي بسببات طقص ونمط الحياة وطريقة الغذاء كمان قدي ممكن تكون ضروري أو حتى ناخد بعض المعادن مننا الحديد في كتير ناس كمان بتخاف تاخد حديد أنا منهم أنه هو للشعر بس بيخافوا يطلع لهم الشعر كمان بجسمهم أو بالوش خلينا نحكي عن الغذاء أول شي وبعدين باقي التأثيرات الثانية تمام هلأ نحن وقت بيجي المريض كرمال نعرف المشكلة بالضبط والمفروض أنه نطلب منه تحاليل دموية فبنطلب تحاليل لنتأكد من مستويات الفيتامينات والمعادن اللي موجودة بالجسم لأنه فيه فيتامينات ومعادن بتأثر بشكل مباشر على الشعر مثل عندنا البيتولف مثل عندنا الحديد يعني مشوف إذا في عنده نقص حديد أو مخازن الحديد كيف موجودة بالجسم عند المريض خصوصي اللي عاملين عمليات التكميم أو عمليات البدانة بيتعرضوا لنقص حاد بهذه المواد كمان اللي عاملين حميات قاسية فبنطلب كمان عندنا الفيتامين دا المؤثر بشكل مباشر على النمو الشعر عندنا البيوتين الزنك هدول كل عوامل أساسية طبعا في عوامل تانية بتداخل هي العوامل الهرمونية يعني نحنا كمان بدنا نتأكد إذا المريض بنطلب له تحاليل الغدة الدرقية بنشوف تحاليل TSH لأنه اضطرابات الدرق بتأثر بشكل مباشر على تساقط الشعر فبنتأكد أنه ما في مرض كامل ورهاد العرض لأنه بنهاية تساقط الشعر هو عرض كما في عنا هرمونات الأنسوية أو داء المبيض متعدد الكيسات البي سي أو نتأكد إذا كانت سيدة أو ما كان عندها حمل ولادة لفترة السابقة لنقدر نتوجه شو هي المشكلة بالضبط شو ممكن يأثر هالشي على الشعر؟ هلأ البي سي أو والهرمونات الدرق هي بتأثر من أعراض الأساسية هي البي سي أو بيعمل شعرينية بالجسم وقلة بشعر الرئيس كمان وعننا كمان اضطرابات الدرق بتعمل تساقط شعر ممكن تؤدي للصلاع ممكن مثلا؟ هلأ الصلاع لا لأنه غالباً بيكون هذا الشي عكوس ومؤقت ما بيؤدي لحاصة مثلاً ندبية مثل ما بنسميها أو هي غير عكوسة لا بيكون مؤقت بيتعالج بعلاج السبب طيب دكتوري زينا اليوم خلينا نعطي روتين يومي وصحي للعناية بصحة شعرنا ليكون أكتر حيوية؟ تمام هلأ الشغلات الأساسية اللي لازم ننتبه عليها هي غزاءنا يعني لازم نتأكد إذا عنا نقص بس طبعاً ما بتتاخذ بشكل عشوائي بس إذا عنا نقص غالبيت إن إحنا هون حوض المتوسط إذا عنا نقص بفيتامين دال وخصوصي بعد فترة الكورونا لاحظنا إنه غالبيت المراجعين والمرضى للعيادة فعلاً كان عندهم نقص بالزنك وفيتامين دال فهذا بيأثر بشكل مباشر واحدة من الأعراض اللي صارت معهم بس يعني متأخرة شوية بعد أربع لست أسابيع إنه بتلاقي عندهم فعلاً تساقط شديد بالشعر يعني كان مرعب فهي الشغلات يعني بدنا نتأكد منها فبالتالي التعويض المكملات الغذائية ونهتم بالغذاء يعني لازم يعني النوعية الغذاء اللي بيأخذها المريض بتكون متوازنة بإشراف اختصاصي معينة يفضل بإشراف طبعاً إذا فيه مشكلة مرضية طبعاً الخضار الورقية عندنا المنتجات البحرية كتير غنية والسلمون كتير يعني غنية بالفيتامين بي 12 عندنا كمان بالبيوتين فهدول الشغلات كتير مهمة البروتين كتير مهم كمان والحديد فيعني لازم يهتم الواحد بغذاءه نمط الحياة الصحية بالنهاية بينعكس على الجسم كله على الشعر والبشرة طيب ما حالشي ممكن فيه أشخاص مهتمة بطريقة غذاءه وبالطرق الصحية كلياتها بس مع هالشي بتيجي عليها مع هاد بونسة من البتنجان بيجي عليها كل فترة أصيرة بيهر الشعر بطريقة كسيفة وبيوقف بيرجع كمان بعد فترة بيصير فيه تساوقت بالشعر وبيرجع بيوقف تماماً هذا المعتقد الشائع مشكلة من ضمن حتى الحجة بموسمة بالنهاية تماماً يعني المعتقد هذا الشائع بيقوله مثلاً مع الخريف مع وراء الشجر مع وراء مثلاً وقت البيتنجان هلأ هي كإثبات علمي لهذا الشي ما في إثبات علمي له لو في ناس بيعتبروه أسطورة بس الشغلات اللي بترجح أنه الهرمونات اللي إلا علاقة عندنا مثلاً البرولاكتين والميلاتونين هي بتتأثر الميلاتونين بالزات بأشاعر الشمس فهدول بيتحرضوا زيادة خلال فترة الصيف وهذا الشي يعني هو رد فعل من الجسم لأن الشعر بالنهاية مو بس كناحية جمالية لهو لحماية الجلد من أشاعر الشمس الحارة فبيكون نشاطاً زائد بهذه الفترة اللي هي الصيف وقت بيفوت بفترة الخريب بيفوت لأن الشعر عندنا بيمرأ بأطوار طور النمو وطور الراحة وهو بيظل بيتبدل بهذه الفترة فيعني الدراسات اللي أثبتت بتثبت هي علاقة هدول الهرمونات كمان مع التبدلات المناخية والطقص والرطوبة ده اليوم العوامل النفسية ممكن تلعب دور كبير بتساقط الشعر الضغوطات اليومية إن كانت ضغوطات العمل الحياة الدراسة وقت الدراسة أهم تلاقي كمية الشعر اللي عم تير بشكل مطبيعي خلينا نوضح دي هذا الدور ممكن يلعب يعني فعلاً وجود بتساقط الشعر عند الأشخاص حتى في عنا نوع تساقط شعر اسمه تساقط الشعر الكربي أو اللي هو اللي تالي لشدة أو توتر شديد هلأ اللي بيصير فجائي وتساقط شعر فجائي شدة نفسية ممكن بعد مرض كبير مثل ما قلت لك ممكن يكون عنا مثلاً أحياناً بعد العلاجات الكيموثيرابي السرطانية كمان بتكون بهذه الفترة أمراض الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية كمان بتشكل في كتير أمراض بتتعلق بشكل مباشر بس كمان في عنا العامل النفسي بحد ذاته هو بيأثر يعني بيعمل نوع من الحاصة في عنا تساقط شعر منتشر في عنا كمان السعلبة أو الحاصة البقعية واحد من أهم أسبابها هي بيسموها أوتاوميون مناعية ذاتية بس واحد من أهم أسبابها اللي هو الشدة النفسية أو الكرب النفسي وبتلاقي إنه هو المريض فعلاً وقت بتقاربي بتلاقي عنده شدة نفسية أو مشكلة نفسية واللي بيميز هذا النوع متساقط إنه هو عكوس يعني بس تنتهي الفترة أو بيتعالج المشكلة النفسية عنده بيرجع تساقط بيرجع الشعر للنمو الطبيعي فيه كمان أحياناً عوامل نفسية مثل ما زكرتي خلال فترة الدراسة أو هذا الضغط اللي بيصير في شي بنسميه هوس نطف الأشعار بتلاقي كتير مرضى عندهم بتلاقي إنه مثلاً عندهم هوس بفعلاً نطف الأشعار كان بشعر الرأس أحياناً الحاجبين يعني بتلاقي مميز عندهم خصوصي خلال فترة الامتحانات فهي كلها أسبابها نفسية وهون نحن بدنا نعالج العامل النفسي بالأول يعني أحياناً المريض بيطار يأخذ مضادات اكتئاب وأدوية نفسية لحتى نقدر نعالج يتعالج العرض اللي هو تساقط الشعر طيب كمان مع تفدل التقص والحرارة أوقات ممكن الشعر الطبيعي يكون دهني ويصير جاف فجأة أو الشعر تلاقيه نعشف ما فيه لما خلينا هكذا شوي نسرع بعد إذن الأعداد هو موضوعنا عن التساقط بس شوية نصائح للشعر الجاف كيف ممكن يصير فيه لما خصوصاً مع التقص اللقاسي شوي وخصوصاً نحن نسيت أذكر من الشغلات اللي بتقدي لتساقط الشعر هي العلاجات اللي عم تصير كتير بالصالونات واللي هي كتير يعني هيك شديدة على الشعر مثلاً عندك بمسميات المختلفة الكيراتين والبروتين وما إلى ذلك هلأ المشكلة هلأ حمامات الكريم أو الحمامات اللي بتحتوي على كريمات معينة هي آمنة للشعر بس المشكلة بطريقة تطبيق المواد الثانية اللي هي مواد التمليس أو مواد التسبيل يعني كتير بتكون شديدة على الشعر إذا نحن لجأنا لهذه الطريقة بسبب الحرارة العالية والمواد أصلاً فيها فورم ألدهيد فهي كتير بتأثر على الشعر فهي مثل ما قالنا بنهتم بالغذاء وكمان فينا نعمل حمامات كريم بشكل متقطع يعني وكمان فيه مثلاً جلسات الميزوثيرابي اللي هي عبارة عن فيتامينات ومعادن بنحقنا بالشعر هي بتحافظ على صحة الشعر يعني في كترة تبرية بوسترز يعني هي مو علاج بحد ذاتها بس بتحفز كمان للعلاج يعني هون أنا بكون عم عالج مشكلة عندي بيجي علاج هاي المشكلة ممكن يسبب لي مشكلة تانية تماماً فهي العلاج تعادوا اللي لازم تكونوا تماماً لهيك مثل ما ذكرت العلاجات اللي هي بيسموها السالونات الكيراتين كتير قصص والبوتوكس الشعر صار فيه والبروتين وهالقصص هي طريقة تطبيقها هلأ لا غنى عنها كلها بنستخدمها بس يعني المفروض تكون بطرق صحيحة بفترات متباعدة ما نقرب على جزر الشعر أو فروة الرأس نترك مسافة واحد سانتي عن تطبيق المادة عدم تكرار الحرارة القوية اللي بنستخدمها على الشعر وكمان بنفس الوقت مثل ما قلت لك فينا نعمل نحن يعني حمامات الزيت أو الكريم اللي هي ما بتأثر هي بتأثر على الشعر من برها يعني هي ما بتأثر على بصيلات الشعر فبتعتني بالشعر بتعطي لمعه بتعطي كذا ونعوض الفيتامينات إذا في ناس يمكن لجانب الكرياتين والبروتين اليوم بتلاقي في استخدام كبير من الصبايا والسيدات للسشوار للليس هالأمور يمكن ما بتفارق يمكن يومياً يصير هذا الموضوع قديش هذا الشيء غلط وقدام ممكن يأثر على صحية الشعر طبعاً بيأثر يعني نحن بالنهاية كل هاي منسميها نحن مثلاً تساقط الشعر من منشأ خارجي يعني بتلاقي عوامل ميكانيكية بتدخل هي الحرارة العالية حتى في ناس بتلاقي عندهم تساقط أشعر أو بيسموها حاصات الشد بتلاقي عند خصوصي مثلاً العرق الأفريقي اللي بيعملوا هدول الجدايا اللي مرأة فترة البريتز درجة كم مضى درجة هون فهدول كتير بيأسروا لأنه بيطبق ضغط كتير قوي على الشعر فيعمل انزياح بخط الشعر يعني بيسموها حاصة الشد فات بهذا الموضوع إنه ممكن يسابلوا الشعراتهم بالمكواية غير اللي إيه هلأ هاي كمان طرق قديمة هي بنفس المبدأ هي تطبيق الحرارة العالية تعمل انشطار طولي بالشعر تقصف بالشعر بتعمل هشاشة بتعمل ضعف بالشعر فنحنا بدنا نكون متوازنين لأنه هي بالنهاية مثل ما بيقولوا شعر لابد منه يعني ما فينا نستغني عنها بس نكون عقلانيين أكيد خلينا كمان نتذكر التمشيت الدائم للشعر أدي إله ممكن يكون إله دور بتساقط الشعر ولا هو صحي والشعر إذا كان مبلول مي أو مرتب صحي إنه نحن نستخدم المشيط وقته ولا نستنى لي نشف ومعدين نشف لا ما في أي دراسة بتدل على هذا الشي أو إلو علاقة المهم التمشيت الصحيح وعدم الشد القوي على بسيلات الشعر بحيث إنه انت تعرضيه لضغط شديد ممكن إنه يصير فيه جزل الشعر أما التمشيت يعني هو يفضل طبعا يعني بعد الحمام وقت الشعر مبلول وكمان إنك تبلشي من تحت لفوق منشان يعني يتخفف الشد على الشعر يعني أنت بتعرفي وقت الواحد بيعمله بيخفف الشد من إنه يبلش من فوق مشان ما يكون فيه جزء قوي على جريبات وبسيلات الشعر فيعني ما في أي دراسة حول هذا الموضوع يعني بس إنه الواحد يكون حذر نوعا طبعا يمكن اليوم كتير من الصبايا عفاف بتلاقي بمرحلة من عمران بحب غيروا لون الشعران برجاء للصبغات أول حنة طيب هي الصبغات أول حنة ممكن تأثر اليوم على صحة شعر أم لأ حسب يمكن نوعية السبغة هلأ هو كتير بيطلعوا تريندات وأنه صبغة من زوعة الأمونيا ومدرشو بس من النهاية هي مواد كيميائية عم تطبع على الشعر هي مؤذية أكيد وفيه كمان مثلا سحب اللون هو كتير شديد وكتير بيأثر على الشعر وبيفقد الشعر مرونتها وبيفقد الشعر اللامعان وبتصير الشعر فعلا يعني إذا بتنتبهي وقت نعمل سحب لون أو كذا بصير الشعر كتير هش وكتير طري وسهل التكسر ومتقصف فيعني أكيد هي بتأثر أد ما حاولنا نجملها وأد ما حاولنا هيك نمكيجها بالضل هي بتأثر وهي مواد ضارة للشعر فبنحاول قدر الإمكان نخليها على فترات متباعدة ونختار أنواع منيحة وما نقرب على جزور الشعر هلأ الأدمين ما خلوا شيء يمكنوا محكوا وكانوا يعطونا هيك بعض المعلومات الصحيحة في معلومة عن تساقط الشعر الإيجابي أنه الشعر لازم يهر ولو شوي أنه كان مشارة فهذا شيء طبيعي أو شيء منيح لحتى يطلع بداله تمام هلأ هو هذا شيء لا إرادياً مو بإرادتنا الشعر فعلاً هو بيمر بأطوار طور النمو طور الراحة طور التراجع طور الراحة طور الراحة بيستمر حوالي ثلاثة شهور طور النمو عندنا من ثلاثة لخمس سنين أحيانا بيوصل لسبع سنين عند النساء فهي دورة الحياة هي عم تمر فيها الشعر يعني شئنا أم أبينا شيء طبيعي تماماً شيء طبيعي ونحن كمان من شان نطمن ومن شان ما نخاف نحن أصلاً عنا تساقط طبيعي للشعر بين خمسين لمئة شعر باليوم أحياناً ممكن توصل لميتين هذا تساقط فيزيولوجي ما في داعي للألق أبداً لأنه هذا طبيعي طيب بما نحكي عن تجدد الشعر في وقت معين لقص الشعر يعني كل كم شهر معين مشان نحافظ أكثر على صحة الهتماء لا هاي كلها ودعمة في أي شيء بخص هذا الموضوع بس هي بالنهاية نصائح نصائح طبعاً في علاجات كتير حديثة يعني لازم نذكرها ونضوي عليها بمجالات الشعر فعلاً عاملة ثورة يعني حالياً طبعاً بغض النظر إذا في مشكلة مرضية لازم نحن نرجع للعلاجات مثلاً إذا في نقص بالفيتامينز نقص بالمعادن لازم نعوضها إذا في مشكلة هرمونية نعالجها بس كمان في علاجات حديثة فعلاً في حالات مثلاً الصلع الوراثي أو الصدع الذكوري أو الأندروجيني لأنه كان شوي مستعصي على العلاج فحالياً مثلاً تقنيات زراعة الشعر صارت جداً حلوة صارت سهلة ما فيها داون تايم ما في المريض أنه يتعطل عن شغله وكمان عنا مثلاً الميزو الفيتامينات اللي بتنحقن للشعر في عنا هير فلر للشعر صار جديد هو مو مثل الفلر العادي للوجه هو بيحوي سبع أنواع من البيبتي دات مع هيلورونيك أسد بينحقن بالشعر على مدى جلسات فعاليته جداً حلوة في عنا كمان شي عمل ثورة بعالم الطب التجديدي بيسمى الإكسوزوم كمان هو يعني مثل مبدأ الخلايا الجزعية أو هي حوي صلاط تحرض الخلايا الجزعية فعم تعطي نتائج كتير حلوة وسريعة يعني بمجال تجديد الشعر خصوصي بحالة الحاصلات اللي هي مثلاً مترقية واللي ما إلى علاج كان قبل مثل الصلعة الذكوري يعني طيب من أي عمر نحنا فينا نبلش بهذه الطرق بدون ما يكون في عنا مشكلة ممكن يكون نحنا لحتى نوقي حالنا أو طرق جمالية تماماً هلأ هي كطرق هلأ نحنا فينا نبلش طبعاً من عمر 18 سنة لتستقر الهرمونات بالجسم إذا كان فيه أي شي مرتبط بالهرمونات أو مثلاً إذا فيه حاصة مرتبطة حاصة أندروجينية أو كده هلأ حتى فينا نبلش بعمار أصغر ما فيه مشكلة بهذا الموضوع بعد سن البلوغ إذا كانت البنية مستقرة وإذا ما فيه مشكلة مرضية نحنا معالجينا هي بالنهاية الميزة والفيتامينات وهي الشغلات والخلايا الجذعية هي بوسترز للشعر يعني هي مثل شيء إضافي شيء ما بيدر بس مثلاً علاجات زرع الشعر أكيد بدا يكون فيه استطباب واضح لغالبة عند ذكور وبتنعمل يعني لأنه بظل مترقي فتوصل إلى مرحلة أنه خلاص يعني أنه أخذ الشكل النهائي للصلع لأنه هو بيترقى ما بيكون بشكل المفاعدة أكيد يعني بالختام مع نصائح جداً وهم إن شاء الله يكونوا كل يلي تابعونا استفادوا من المعلومات يلي قدمتها الدكتورة زينة قاسم الفرج اختصاصية أمراض جلدية وتجميل أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم أهلا وسهلا فيك أهلا شكراً لكم أم هلأ صار الوقت نودي على المشاهدين عفاف أكيد بدي أتشكرك وأتشكر جميع المشاهدين وأكيد المخرج وسام محمد والمعدة رامي بداوي وأكيد المصورين وجميع كادر صباحنا غير لا تنسوا تابعونا بكرة مشاهدين بنفس التوقيت ومن هلأ لبكرة ضلوا بخير شكراً لك يا هالي شكراً لك حلولة إليك وأكيد لأيكم مشاهدينا بقية نهار حلوة كملوا نهار بخير ودائماً توقعوا الأجمل والخير دائماً وخلوا سيقتكم بحالكم وبرب العالمين كبيرة وإن شاء الله بتحصدوا نتائج كتير حلوة طلونا بكرة بنفس الموعد وبفقرات جديدة ومن نوعه وكل عمو أنتوا بخير باي باي